هاي قيز بيارة Romania كيف يوم ؟ يا مرح來 اولادكم في الفيديو الجديد من قناتي اسراقategامير اليوم باchten بلاعبة bcxt واليوم يا جماعة سوف أريدكم للشكل في الصيارة الجديدة ستنظف باللعبة بالتحديد القادم انا قيز اولادكم يا مرح لوبудь في الفيديو جديد من قناتي اسراء Gamer اليوم با Jose Bob بلاعبة bcxt سوف أريدكم للشكل في الصيارة الجديدة سوف تنظف بالتحديد القادم بدأ بضل سلاحة لا يوجد ما اسمه لكننا سنسميه اريل لان اريل هو اسم القادمين تصنع السيارات والتحديد القادم سيصنعه عن سيارة جديدة اللي سوف أعجبكم بهذا الفيديو المهم بالتحديد لسه لم نعرف ما اسمه ما قالونا عليه كثير تفاصيل قالونا بس ان اريل عم تشتغل عن سيارة جديدة وعطونا مواصفة تباعها اللي بس اليوم وصلتني سوف أعجبكم بهذا الفيديو لا اريد ان يتحدث عن هذا التحديد بالضبط اكتبوا لي انتو بتعديقات القادمة فالسلاحة لا اعرف امهن بس هكذا دعونا نبدأ الفيديو طبعا يا جمعه بالإيميل لم أردت لكم صورة تباع سيارة لانه لم يكنوا بعثونا اياها بالإيميل بس يا جمعه هلأ وصلتني الصورة تباعها فارحوا يجيكم اياها مو من بيكيكستي الرسمية بس دعونا نشرح لكم بس قبل كل شي لا تنسوا انكم اشتركوا بالقناة لو لم يكنوا اشتركوا دعونا نصل إلى 200 ألف مشترك استنوا هلأ يا جماعة اشوف معاكم كم ضايل اعتقد ضايل بس مية مشترك او مي جود ضايل ميتين احنا هلأ بمية وتسعة وتسعين الف وتمان مية ومية وستين مشترك ما شاء الله ان شاء الله نصلي اكثر استركوا مدريش عم بعمل هالرقصة بس بحبها كمان ليكو لبستي شوية عشوائية بس حلوة انا هلأ خليني اشرح لكم بالتفاصيل اش ساير كمان احطوا لكم الفيديو اوكي تمام فبالتفاصيل اش ساير من اين ابدأ لكم اوشي بتعفو طبعا ان هون اد من اسمها اريل موجودة جنب محل تبع السيارات هذا المبنى هاد اللي لونه اسمه محل السيارات فمحل السيارات هاد داخله بيبيعوا جميع السيارات الدراجات فهي اسمهم مركبات مركبات او مركبات 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 اوكي احسميهم مركبات المركبات هنه كل السيارات الدراجات الدراجات النارية مزلجات عربات ايشي فيه عجلات او طائرة المهم كل هالاشياء هاي كل هون سواء كان طائرة مزلجة كل هم مركبات مركبات فداخله هاد المحل بيبيعوا المركبات وهاذي الادمين اللي هون موقفي قدام المحل ما كانت موقفي هون هذي اول مره بتوقف هون قدام محل تبع السيارات او محل المركبات زي ما اكوا شايفين هي لابسة ملابس تبع انه يعني كذا اللي عم يحمود ضد بروزز ولا مثلا سقطت كذا وهي عم تقود الدراجة يب هاي هي الملابس معناتها ان هي شخص بتركب الدراجات والسيارات وكذا فيا جماعة يعني مبين الشكل تبعها انها حيق الاسم تبعها هو ايريال فا ايريال هذي اصلا قايز انا بعرفها لانها هي اادمين من الادمينز اللي اللي اصلا اسمها بلون اخ اوكي شو كنت بقول نسيت بس اه المهم نقطات تصور بعدها هاي عم كمل بس اه المهم يا جماعة هذي ايريال هذي هي ادمين مختصة بالسيارات في كتير ادمينز كل ادمين مختصة بالاشي فهذه يا جماعة مختصة بهالمركبات وهي اللي بتصنع هاي المركبات هي اللي بتصنع دراجات السيارات كل شي اوكي وهي يعني امهم هي متكلفة هون متكلفة مدري طبعا هون اجمع موقفة وعم تقول اشي عم تحكي معانا فا خلنشوف ايش بتقول بتقول صديقي العالم خلاني استخدم بعض الحجرات السبع النيازك لانه في نيازك سقط على بي كيكس لزمان وخلى حجرات هذيك الحجرات هذيك النيازك قوية يعني حجرات فيها قوة وفيها يعني طاقة كثير كثير قوية الطاقة هذيك بتقدر تخليكن تصنعوا بيها كثير اشياء فلكر استخدم صرع هذيك الاحجار عشان يعني يصنع بيهن ام ام نسيت اش صنع صيف وصنع كمان جيش تبعه عشان يحارب صنع كمان بدلي صنع كثير اشياء قوية مهم فخلاها يجمع العالم انها تستخدم بعض من الاحجار تبع النيازك اللي موجودها لب الكهف عشان تشتغل على البروجيكت تبعها مشروع مشروع جديد المهم هلا منعرف انها تشتغل على مشروع جديد باستخدام النيازك بعدين يا جماعة قالت انه البركشوب صار عنده القدرة عشان يجيب الحياة لفكرة كانت عندي من زمان يعني عندها فكرة من زمان هلا اخيرا رح تعملها قالت بسلسل عزمني كثير وقت لازم اني الاقي الطريق الافضل عشان ادخل ايدي بهاي المجال ما هو الشيء اما هلا نعرف انها تشتغل على مجال على سيارة جديدة على مشروع جديد فيجمعوا في الاميل قالوا انها تشتغل على ايش و بالاخر عرفنا انها تشتغل على الروبوت فانا يجمع بهذاك الفيديو تباع اليميج رحت لكم ليش وارجيت لكم ليش وكل التسريبات طبعا كانت موقفة مع الروبوتات عم يشتغلوا عن عم يعملوا اجتماع عن هالمركبة الجديدة ومشروع الجديد وكانوا عم يعملوا بايديهم حركات عم تشير لاشي كبير يعني هنه عم يحكوا عم يعملوا اشارات بايدهم عم يحكوا عن اشي كبير عم يقولوا اوه كذا بايدهم واشي كبير معناتها انه الاشي اللي رح يصنعوه اشي كبير كمان يجمع بالصور الاخير اللي كانوا بعتوا لنا بالايميل فيها الايد تباع الروبوت عنده اربع اصابع وكثير كبير لانها كانت موقفة لانها هي كانت كذا موقفة هون وايده هون ايده هون معناتها لو كانت مثلا ايده هون فمعنات انه عنقه وراسه لساة وفور يعني هو كثير كبير ويعني عنده ايدين فهو روبوت طيب اح تقولك كيف يعني هو روبوت وبنفس الوقت مركبة فيا يا جماعة كنتوا اجتلكوا الصور من جوجل تباع لو بتذكروا قايز بالرسوم والتحركة كان عمي لو كنتوا عم تفرجوا على رسوم والتحركة لما كنتوا صغار فاحتعرفوا انكم رحتعرفوا انه في كثير روبوت تاعات اللي بالرسوم والتحركة الناس بيتحكموا فيها يعني الروبوت بيقدر يتمشع وانتوا بتقدروا تدخلوا داخله وتتحكموا بيه انه وين عم يسمشو كده فيا جماعة في ادمن او في شخص يوتيوبر عم تشتغل مع شركة لعبة بيك اكستي الرسمية اسمها مي انيميشن عم تنسي جماعة فيديوهات عن انيميشن تبع بيك اكستي وعم تشتغل كمان مع بيك اكستي لان فيديوهات لبيك اكستي بنزلوا بالقناة الرسمية تبعوهن هي فيديوهات مصنوعة من طرف يعني هاي مي انيميشن يعني هذيك البنت اليوتيوبر هي اللي بتصنع فيديوهات لبيك اكستي يعني عم تشتغل معاهم فالاشياء اللي بتنزل بقناتها بتكون اشياء رسمية عشان هي بتشتغل مع اللعبة وبتعرف يعني المشاريع القادمة تبع اللعبة فيجمعوا حلع مؤخرا نزلت فيديو اصير فيه يعني كده challenge أو trend أو شي زي هيك خلينا نشوفه مع بعض وورجتنا فيه يا جماعة الروبوت الجديد رحين ذا فخلينا ناخذ guys نظري على الفيديو خليشوفه معا اكي يا جماعة شوفوا طبعا هذا هو الفيديو الصير اللي نزلت عم تعمل كده trend انه شخصيات صراحة كثير حلو شوفوا بعدين شوفوا guys طيب شوفوا هلا يا جماعة هاي طبعا هي Ariel هي الاد من دي كننا بنحكي عنها وليكم هلا اش رح تعمل تورجينها شايفين guys سياري ليكم شو رح يصير معا اوكي رح خلي الفيديو شوفوا سيارة تحولت للروبوت وهي اللي راكبة فيه شفتوا فخلينا نعيد هذي قلوطة mind blowing شايفين شايفين يا جماعة هل شفتوا ولا لا فبالتعليقات يا جماعة الناس بيقولهن او ماي جود بدي يعني يضيفوا هذا الشي وهي بتقولهن انا كمان هذا الشيح ينضاف شايفين هو الروبوت بسرع وقت المهم بحبكوني كثير كمان الهدف تبعي لها السنة عشان نوصل ل300 الف مشترك او ماي جود او على الاقل 250 الف مشترك لانه اعرف انه مستحيل سريحة ممكن او كي رح احاول نشتغل كثير عالقناة هاي السنة عشان نقدر نوصل 300 الف مشترك تخيلوا نوصل 300 الف مشترك هالسنة امر لا يصدق حرفين واو تخيلوا 300 الف بس تخيلوا واو واو ماي حصد واو المهم بحبكونا كثير كلياتكم ومشتركوا في القناة انشاء الله بس باي